اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها الأخوة الأخوات في بداية شهر رمضان ترى الناس يقبلون على المساجد على صلاة التراويح وعلى قيام الليل وعلى الاكثار من قراءة القرآن تمر الأيام الأيام العشر الأولى ويكاد الشهر ينتصف وإذا بك تلاحظ أن العدد يقل شيئًا فشيئًا ربما يجد المسلم من نفسه أن نشاطه يقل في العبادة كان يقوم الليل ساعات طويلة الآن الساعات نقصت كان يقرأ أجزاء كثير من القرآن كان يقرأ في بداية رمضان في اليوم الواحد عشرة أجزاء الآن ما يقرأ إلا أجزاء قليلة يا ترى ما الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة يعني نشاط إن لكل عمل شرة لكل عمل نشاط وحماسة في البداية قال ولكل شرة فترة هذه الحماسة وهذا النشاط لابد أن يفتر لكن كيف تعالج هذا الفتور قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك الإخوة الأخوات الفتور من طبيعة النفس البشرية نحن من البشر لسنا من الملائكة الملائكة كما أخبر الله عنهم يسبعون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون فهؤلاء الملائكة أما نحن بشر من طبعنا أن يصيبنا الفتور لا تحزن فهذا من طبيعة النفس البشرية فلكن كيف تعالج هذا الفتور في نفسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا إذا انقطعتم عن العمل الله يقطع عنكم الثواب فخذوا من الأعمال ما تطيقون فكيف تعالج نفسك من الفتور تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة يعني كما قلنا حماسة ونشاط ولكل شرة فترة فمن كانت فترة إلى سنتي فقد اهتدى هذا الإخوة أهم شيء في مسألة الفتور لا تجعل مسألة الفتور لها ردة عكسية في عبادتك تقول لا أنا الآن ما أقوم الليل أنا الآن ما أقرأ القرآن فتقول أنا ما أصلح أصلاً للاستقامة فتترك الاستقامة وتترك الصلاة وتقع في المحرمات لا تهلك حافظ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل حافظ على الاعتدال في العبادة على الأقل من كانت فترة إلى سنتي يعني رجع إلى الاعتدال في الطاعة فقد اهتدى كنت تقرع عشرة أجزاء ما تترك قراءة القرآن مطلقاً على الأقل ثلاثة أجزاء جزء واحد لا تترك قراءة القرآن كنت تقوم ساعات طويلة من الليل في أول رمضان لا تترك هكذا قيام الليل كله لا حتى لو قمت نصف ساعة المهم أن تستمر على طاعة الله ولو بالقليل ثم تستعيد نشاطك بإذن الله أما الذي يعني يظن أن هذا الفتور هو علامة على أنه لا يصلح للعبادة ولا يصلح لطريق الاستقامة فهذا يهلك ربما يرجع إلى طريق المعاصي وينتكس والعياذ بالله ولهذا إخوة الأخوات كيف نعالج أنفسنا من الفتور في الحقيقة الإخوة نعم النفس قد تفتر هذه طبيعة بشرية لكن أنت في رمضان نعم أنت في رمضان وهل تفتر الهمم في رمضان إخوة الفتور مقبول في كل الأيام ربما نعم نقبله في رمضان لكن في حدود ضيقة ما يكون هذا الفتور طويلا حتى يضيع عليك الشهر ولهذا ينبغي أن تنتبه لنفسك إذا أصابك الفتور في رمضان ينبغي أن يكون العلاج سريعا كيف تعالج نفسك من الفتور تذكر أولا أن الأيام قليلة في رمضان كما قال الله تعالى أياما معدودات قل لنفسك كم بقي من الشهر الآن بقي نصف الشهر بقي عشرة أيام هي من خير الأيام إذن لماذا أفتر ثم إذا انتهى رمضان كم من الأيام التي تمر عليك حتى يأتيك رمضان الثاني أيام طويلة إذن استغل رمضان الذي أنت فيه ثم الإخوة ينبغي علينا إذا أصابنا الفتور أن نقول لأنفسنا يا نفس لا تدرين لعله آخر رمضان في حياتك تخيل لو أن هذا رمضان كان آخر رمضان في حياتك وأنت لا تضمن نفسك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هل تضمن أنك ستعيش إلى رمضان القادم لا إذن شمر عن ساعد الجد كانت معاذة رضي الله عنها رحمه الله تلميذة عائشة كان إذا دخل عليها الليل من رمضان أو غيره تقول هذه ليلة التي أموت فيها فتقوم حتى قبيل الفجر وهي تصلي وتقرأ القرآن ولهذا المسلم حتى إذا تذكر الموت في صلاته صلي صلاة مودع تخشع في صلاتك كذلك صم صيام مودع فستخشع في صيامك ولن يصيبك الفتور بإذن الله ثم الإخوة لا بد أن نعلم أن الذي يصيبه الفتور في رمضان وتطول عليه أيام الفتور لا شك أنه أصابته غفلة غفلة عن الله غفلة عن عظمة الله تذكر أن الذي يدعوك إلى الخير في رمضان هو الله جل وعلا فاتح لك أبواب جنته دار كرامته فكيف تفتر؟ والله تعالى هو الداعي هو الذي يدعوك أرأيت لو أن ملكا دعاك وكان قصره بعيدا عن بيتك والله تتكلف الذهاب إليه ولو بشق الأنفس فكيف بربنا يدعونا لمغفرته ودار كرامته ثم نفتر في رمضان ثم أيضا إخوة إذا أصابنا الفتور جميل بالمسلم أن يقرأ أحاديث فضائل الأعمال في رمضان كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشوته من أجلي لخلوفة من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما وهكذا تقرأ الأحاديث فتشجعك على الاستمرار في صيام رمضان وقيامه وتلاوة القرآن تقرأ أحاديث فضل قراءة القرآن ومضاعفة الأجور فيها ثم أيضا إذا أصابك الفتور أكثر من الاستغفار وتوب إلى الله بعض يعني الناس أو بعضهم جاء إلى أحد السلف فقال يشتكي من ضعف في قيام الليل وأنه ما يستطيع أن يطيل قيام الليل فقال له كبلت كذنوبك الذنوب هي التي تقيد الإنسان عن طاعة الله وتجعله يفتر عن ذكر الله فعلينا أن نتوب دائما وأن نترك المحرمات رب نظرة كانت سببا في حرمانك من طاعة الله رب كلمة من غيبة أو سخرية كانت سببا في حرمانك من تلاوة القرآن وأن يرتل لسانك القرآن وهكذا ثم الإخوة الموفق من وفقه الله فعلينا أن ننهج بالدعاء وهذه القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء الله هو الذي يأتي بقلبك ويبعث فيه النشاط فدائما إلهج بالدعاء وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من المقبولين المرحومين في هذا الشهر الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة